بس أسأل حضرتك إيه اللي اختلف في مجرات القمة دلوقتي عن وقت ما حضرتك كنت بتلع حاجة كتير أوي يعني الميديا اتغيرت كلها الإمكانيات اتغيرت كلها احنا كنا في حالة مش احترافية غير ان احنا بننتمي لي تي شيرت اذا كان عالي او زمالك او اي حد كان بينتمي للنادي بتاعه كان فيه أيامها ترسانة المحلة منصورة فكانت اللعيبة كلها بتتمنى يوم زي ده اللي هو اليوم الديربي ده اللي هو موجود لانها تبقى موجودة قدام الناس قدي انتي بتواكبي مع هذا اليوم قبل وبعد واثناء المباراة ده بيحسسك بشكل النادي بتاعك وجماله وعظامته وجماهيرك المطلب الجماهيري الوحيد اللي بيبقى في السنة مرتين صحيح هو عموما كابتن شريف ايان كان اللقاء واهميته في الصراع على تحقيق بطولة وايان كان مركز الفرقتين بيفضل او بتفضل مباراة القيمة دي عيد خاص بتهيئ للاهلوية والزملكوية في نفس الوقت